انت وانا وكلنا في عماقنا الالوان في كل واحد مننا في بداخله فنان المشاعر ريشتك تلون الازمان والدنيا ايش غير لوحة ويرسم الانسان ارسم حياتك خلي ذاتك تفتح الأقفال كسر قدار الهم في بك وبني الأمان أجمل الأفكار تولد من الأحزان والدنيا ايش غير لوحة ويرسم الانسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 دكتور في حاجات بدأت أتذكرها عن التفجير يعني قبل التفجير كانت غايبة عني من قبل مثل إيش بالطب يعني تذكرني وكان في شخص قبل الحادث موجود أمام المحل وكان شكل غريب وليش هذا الشخص بالتحديد بدأت تذكره مش عارف والله بس كان شكلا متوتر تقلق وتذكر أنه كان في يد التلفون وأول ما ضغط على التلفون وقع الانفجار وهذا ما شدني يعني يا دكتور عندي اعتقاد أن هذا الشخص وراء التفجير مش من العادة أن ضحايا الحوادث يتذكروا مثل هذه التفاصيل يمكن تكون هذه أحد أعراض ما بعد الصدمة ويمكن تكون أثار جانبية للدول اللي تستخدمه كمان ممكن يكون وجود هذا الشخص حقيقي وعقلك الباطن يحاول يوصل لك شيء صراحة ما أقدر أجزم لك بشيء لكن باننتظر ونشوف كيف بايتطور الوقت خيرة الله دكتور سامحني أنا دائما بنزعجك أشوفك على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة سامحني بنفسي سامحي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خير يا طير اش اللي قابك العدن انصحك عشان تحافظ على حياتك اشتركوا في القناة 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 تحني هادي كمان يلا يلا تحنتي تحن جود هيا اه يلا كتة هنا اه فست حيابك اجد جدا يلا حبابي كفاية لعبة ادخلوا داخل مراجعوا قبل ما تجي اماما يلا اسمعوا كلام جدا يلا يا سلاهام ايش هذا الشاه العدني تسلمي يا ام كمال كمال تحين بالله عليك يا ابني عقبك حالك داخلت البيت جالس لا شغل ولا مشغلة يا ابني يما فينه هذا الشغل اللي انا قلت له لا كملي وانا دور على شغل ولا لاقيت شوف زوجتك امل ما شاء الله عليها تتقلب هنا وهنا انت بس احقد اني من صدق وانت بتلاقي تشتيني انا اسوي زي انا كمال كمال اللي كنت مدير امر ناي تشتيني انا الان ارضى باي شغلانة والسلام الصراحة لا انا ولا كرامتي باني فعل حاجة زي هكذا السلام عليكم السلام رحمة الله وبركاته برافو برافو عمل قد اكتدوري مشاكل وتحرضي يا امي ضدي تحرض من اش تقول انت مالك انا ما عشيش جلس بهذا البيت لحظة لحظة بس لحظة 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 هدائي بسم الله اسمعني يا اخي العزيزة عشتي استفسرك من موضوع عادك محتفظ بنسخة من تسجيلات كاميرا المراقبة حق الانفجار حلو خلاص كويس ان شاء الله انا شرجع امرها لك شكرا 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 لك مع السلامة اشتركوا في القناة المترجم للقناة ها طمنيني كيف الشغل معيك؟ والله الحمد لله تمام بس والله يا صاحب تيدون الزبايا نرفز غريبين عقيبين لا يعقبوهم العقب ولا الصيام برقب نعم ايش؟ اني حاجاتي غالية والله العظيم اني رضي بالربح القليل وعاد كلكم والمجموعة هادي من الناسكم تاني يجو يقولولي نعم ايش حقي مش اصلي والعارف يروح بسرعة يجو يجو يشوفوني واني صلحوك في انكتب نفسي سهل سهل انت اشتغلي بس والشغل اشتيله صبر ولا تكونش يشغلي بالك بهذه المواضيع طوري من نفسك اكتر والصراحة مش كل الناس كده في مجموعة من الناس والله نتشجعني في ناس بوسالة تواصل تحب تنتقد اكتر ما تندح اش في خير مالك من فين بيجي الخير طالما والنازحين عايشين بيننا ما فيش شي اللو شلو الاكل بلاش والكهرباء بلاش ونحن اصحاب البلاد نحن اللي ما حسنناش حاجة ها سكي اقراي هذا البنشور وشوفي بنفسك ايش اللي بايحصل قد هم الان بيعطوهم الكتب حق المدرسة حق عيالنا انا في ذلك يا كمال والله العظيم انني متأكدة انه ده الكلام كذب انت هداء وروق عصابك وقومش للك دوش وتعال ارتاح يا الله ما عليش سامحيني على اللي حصل قبل ما تصدقي اي شي من كلام زوجك انا بقول لك اول شي حاجتين الحاجة الاولى انه النازحين يشتوا يعيشوا بسلام وامان مثل ان احنا ويدوروا على لقمة العيش تانيا مش كل خبر نحصله بمواقع التواصل او غيره يكون صحيح لانه احيانا يكون مبالغ فيبو ويكون بعضه مختلف وقد تولد مشاكل تأثر على حياتنا والمجتمع بعدين الناس العشوائية اللي بوسائل التواصل اصبحت اكتر من الصحف سمعت كمان بقصة الكتب واحب اكدلك انه دا الكلام مصح لانه هذا عملي خليني اعطيلك مثال مثلا مثلا انه سمعتين وحدا من جيرانك قلت تقول لك انه فلانا قالت من البضاعة حققت مجتمع بتروحي اول حاجة تتأكدي ولا ساني بتسوي مشاكل جالس معلق النظام قد قلت لهم يدولي نظام غير هذا النظام خير اش حصل النظام معلق طيب تسمح لي مشاكلين حلت انت بتخلي النظام يقوم باكثر من مهمة في نفس الوقت بينما تقدر تفعل كل هذا من مكان واحد وخيف تعرفي تستخدمي هذا النظام النظام اللي انت بتستخدمون من الانظمة المشهورة في السوق وبما اني مهتمة في الجانبة التقانية وحابة ادرسها فعندي خالفية لا بأسة بها بعض هذه الانظمة شكرا جزيلا ليش وقفت؟ قد كنت مستمتع معك قوي والله حياك الله عز وقل حياكم لكن على جلستك هذه الناس بيموتوا والطلبوا لوصل يموتوا وجور راغين لاني يطلب لهم سفري انا ليلى موظفة جديدة عندكم بالكافة يا ليلى الشكل سالح يعني سنة حلاء عمل حلاء محمود صح؟ محمود في قلبي ها قريني كيف لا معرفت ان انا محمود؟ من قناتك اللي باليوتيوب يا ليلى أينو أخي؟ يقي بصر بس أين صبحهم؟ انتي مش تركي معي بالقناة باليوتيوب محمود بش ما تريد الحق لوالك هرباء؟ طبعا دمي خفيف كده طبيعي ما شاء الله وصل وصل الطلب وصل الطلب نسيتنا لمباحر الله يفتعلي اي خدمات؟ شكرا هاتش في الخدمات؟ والله ما حد اذكر التسجيل بأي فلاشة تقول الانفجار اللي حصل كان مخطط له ولا حادث مثل ما بيقولوه الوضع هذي الأيام قد اعتصد زيادة مش بس هنا قد وبالعالم كله كل يوم نسمع عن مشكلة ولا كارثة يديدة لكن بيني وبينك يا أستاذ الناس قد تعبوا ويشدوا السلام وامثالكم هم من بيرشدوهم للطريقة الصحة حتى الناس تغيرت وتغيرت نفوسهم وصارت تمسك بأفكارها حتى بهذا الفلاش ما طلعش موجود قد هم يتقاتلوا على كل شي الدين والسياسة لقمة العيش هلماء البترول العلاج وحيا على حاجة سخيفة لكن عند الناس الثانية هولا كل المشاكل تعتبر حاجة بسيطة هولا شقلت لك يا أستاذ الناس بحاجة من يرشدهم للطريقة الصحة لكن ما نكلم أنت أستاذ السلام وانداري بكل هذا الناس تتصرف دايما حسب الشيء اللي يظن النو صح بينما الطرف الآخر من الناس بيكون عنده رأي آخر أيوة هم بنفسهم مش قادرين يشوفوا الأمر هذول الناس مخدوعين من ناس ثانية عن قصد يمكن حتى من أصحابهم وما عادي يفكروا بأنفسهم وأظن العنف ممكن يحل المشكلة لا يمكن أبدا لا يمكن أن العنف يحل المشكلة أها وأخيراً لقيت الملف لحظة أيوة ممكن تسرع لي هذا الفيديو أيوة وقف وقف لحظة شوف هذا اللي جالسي تكلم بالتلفون اللابسة البدلة هذا أنا شوف اللي لابسة الكوفئة اللي في يدها الجوال أيوة ما له أشتيك تركز علي إيش بتشوك تركز عليه بس أيوة وقف كبر لي الصورة شوية ماعتقدت شوف حاجة الدقة به الضعف كبرها كبر عادي عادي أشتيت أكد من حاجة بس كبرها شوية إيش عا تخسري يا أخي جرد يا صدومش فيلم خيال علمي قلت لك الدقة بتكون ضعيف أش قصدك إنه الرجال له علاقة بالانفجار وشو الشرطة قالت إنه حادث أنا كنت أشك إنه هذا الرجال موجود في خيالي بس لكن بعد ما شفت هذا الفيديو تأكدت إنه موجود الانفجار مش حادث وهذا الرجال هو الذي قتل عائلتي من هذا؟ هذا بابا من هذاك؟ هذاك الشرير الشرير إيش عمل؟ الشرير قتلنا قتلنا؟ أيوه قتلنا وبابا إيش عمل؟ بابا بيحطمه لا بابا ما يعملش كذا بابا بهذا الموقف بيبلغ الشرطة والشرطة بتقيبه تمسكه وبتحاكمه وبتحدد العقوبة إحنا لازم نعرف موليش عمل كذا ونكون رحيمي بابا بترحل الشرطة صح؟ لا بابا بيحطمه لا بابا بيحطمه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ارسم حياتك خلي ذاتك تفتح الأقفال كسر قدار الهم في بك وبني الأمان أكمل الأفكار تولد من الأحزان والدنيا عيش غير لوحة ويرزو مال انت اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة